السلام عليكم اخباركم ام نورين دعاية دايما بسعب بكم في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مراحب يا اهلا بمين يشارك ساعدة غامرة دائما بوجودي معاك ودايما يا رب اوه يعني الحقيقة ان النهاردة في احد احلام جمهور النادي الاهلي ضاعت فاحد الاحلام الدائمة عنده جمهور النادي الاهلي هو هبوط نادي الاسماعيلي الى الدرجة الادنى وباش موجود لانه ما بيحبوش الاسماعيلي موجود نظرهم او بيحبوش الاسماعيلي يعني لكنهم الحقيقة بيحبوش اكتر الانده الشعبية الانده اللي عندها روح الجمهور ده روح الفريق موك بباش اللعب كم واحد ولا اي رقم لكنه هو روحه دي وجه اتظر ان الجمهور ليس رقما كلاعب هو روح فالنهاردة بفوز الاسماعيلي على الداخلية اجهض احلامهم وضاع حلمهم ايو احلام الاعلوية والنهاردة ما كانش الاهتمام خالص بماطش برامد زمع السراميكا اللي انتهى بفوز سراميكا هو منسمى فاز النادي الاهلي بالدوري التلاتة واربعين لا فكانش اهتمام كبير اكتر من اهتمامه بان الاسماعيلي ما يكملش لكن الاسماعيلي النهاردة فاز ووصد نقطة 37 واصبح رسميا موجودا في الدوري وبردو سراميكا اللي فاز النهاردة على برامز اصبح رسميا في الدوري المنافسة دلوقتي هتبقى بين الحرس ده خلاص ما فيش حرس غز المحلة الغازل اسوان الدخلية واسوان والدخلية هيقابلوا بعض المطش اللي جاي الاخير اخر مباراة في الدوري ويه المحلة هيقابلوا الحرس برضو الاسبوع اللي جاي ومالجمعة يعني يوم الجمعة في مطشاط مهيبة جدا هتقول لنا مين اللي قاعد في الدوري ومين شماعي بس ده مش معناه انه للستة وتلاتين لا الستة ودين لسه مهدد انك الامور خلاص بتستقر في اسماعيلي اسماعيلي بيعاني وعرازوا لكو حاجة كل اخوتنا يعني الاهلوية والزنالكوة والاسماعيلوية والمصروية نادي الاسماعيلي سيهبط الموسم القادم نادي الاسماعيلي سيهبط الموسم القادم اذا لم تكن هناك ادارة عقيقية ومجلس ادارة خائف على الاسماعيلي وبيكتهد وبيوفر الامكانيات عشان الإسماعيلي يحصل إيه؟ إنه يبقى في منطقة الوسط عشان يبدأ يتحرك لقدام لكن الإسماعيلي هيتمين في الوضع ده وقد يهبط الموسم القادم إذا لم تتحسن الظروف داخل النادي الإسماعيلي والناس اللي بتهرب منه لازم ترجع له يعني إما تجي بص على كامل أبو علي وعودته للمصري استقرار حتى رجل أعمال في حالة زنئة النادي بيتدخل محمد مصالحي في النادي الاتحاد رجل أعمال في حالة زنئة النادي لازم يكون في حد كده في الإسماعيلي والمحبين كثيرين ومناسبة والزمالك لازم يبقى في الحكاية دي ورده همروح للزمالك لكن خلاص ضح حلم النادي الأهلي في الإسماعيلي إن كان النادي الألي فاز بالبطولة وده أمر متوقع كانوا بقى على ممر شرفي وحاجات زي كده في مباراة الزمالك اللي جاية هذا أمر هو والمستحيل سواء أنا بقول لكم بأمانة شديدة هذا أمر هو والمستحيل سواء إن النادي الزمالك يعمل ممر شرفي ينقاش في الموضش اللي جايش أي نادي تاني بقى من اللي هاملوا من الأهلي دول يعملولو لكن هزيك وش يعملوا وبالمناسبة وأقسم بالله العظيم ثلاثة إن لو الواطع ده العكس النادي الأهلي الزمالك اللي رايح المطش ده وإزاي بطل الدوري الأهلي ما هيعمل ممر شرفي وكان جمهوري الأهلي كان لعبت الأهلي لو حصل ده وأنا بقول لكم برضو جمهوري زيك هيكون لعبت ذلك وإبارت ذلك لو حصل الحكاية دي فعلا إبارة أساسا رئيس نادي دخل السجن مدد شهر عشان هاي أشتم أو سب أو أيها كانت الصياغة رئيس الأهلي انت بتتكلم في إيه؟ مين اللي هو في مر شرفي؟ هذا أقول لكم هذا والمستحيل سواء مقفولة بالمناسبة بقى وإحنا جينا سيرت بنادي الأحلي انتوا عارفين مبادئ وإخفاء النادي الأحلي لها كلام مطاطي يعني وبالحق أي إنسان يقول له هو عايز لكن جهة طصة إمام عشور وإمام غلط وعوقب عشان خطأه ده في صالح سليم أو في إدارة النادي الأحلي واختلف وضرب وبعض في مطش السوبر هو وليد سليمان وعمل مشهد مش كويس لأمانة فهو اعتزر عليه وصحمه اعتزر عليه الخاص بوليد سليمان خلاص طيب وبدأ الكلام يتداول من فترة وفي بعض الناس لازم أحييهم بصراحة اللي في يناير في ناس قالوا لي وانا قريط نرايح الأحلي لغاية ما الأمر الواقع بيقوله نرايح الأحلي في ناس بتقولوا نواقع في ناس تقولوا نواقعش أي أمكان لكنه قاعد مع مسؤولين ناد الأحلي واتفق على كافة الاتفاقات الممكنة فلوس ومقدم ومكافئات وكل حاجة وشوهدة في معرض سيارات في التجمع مع مجموعة من لعيبة ناد الأحلي ما عرفش إعلان الصحاب عادي لعيبة نتلاقيه زي الصحاب على فكرة يعني ملاش دعوا بالتنافس ممكن نبراح بتاع لكن أنا بقى مستغرب تعارفين في مصرحات جميلة أوي الفدنانة الكبيرة اللي يرحمه سعيد صالح بقوله بطولاته العظيمة هلو شلب وكان عنده حالة مبهار رهيبة جدا في المصرحات دي بالأستك اللي منه فيه الشراب أبو أستك منه فيه كانش فيه شرابات زمان بأستك في نهايتها كده تمسك في رجاب بيت الزحرة طوع الأرض يعني طوع لتحت كده فأستك منه فيه هي دي الفكرة بيروحوا بيجي فمبادئ النادي الأهلي أستك منه فيه أستك منه فيه يعني ايه تم عاوزها كده تروح عاوزها كده تروح إيه لو تسمع التصريحات القديمة اللي ساب حفيظ اللي يغلط في الأهلي والله لو قدم ثابته حد واتن 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 يجي لكن يقولك لا يموع شريك إما تسمع الكابتن الخطيب وهو بيتكلم عنه إنه اللي يغلط في النادي الأهلي ما سامحوش ده يغلط في أنا وميغلطش في الأهلي يعني هو يسمحوا يعني واحد يغلط في الخطيب فيسمحوا الخطيب يسمحوا لكن مستحيل يسمحوا على خطف الأهلي ومع ذلك أهو يجي إمام عشور اللي غلط في الأهلي وجمهور الأهلي ورموز الأهلي وتم إيقافه واتنشر سأجبها من بعض جمهور الأهلي يقولك إنه الغفران والمغفرة ما دي حاجة طبيعي يعني إنك تغفر للناس وعلى فكرة أنا ما بتكلمش إن فكري يروح والله العظيم أقسم بالله العلي العظيم تلاتة أنا ما فارق معي إمام أنا فارق معي زع الجمهور الزلك أنا زع على إن الإمام ماشي وممكن يرجع الله أعلم يعني لكن في جميع الأحوال أنا بتكلم على نظرية المبادئ كل إنسان اللي مبدأ مبدأ ده حاجة بفاش مناقشة وإمام عشور عنده مبادئ إن الله يديني فلوس أنا عايزة هاروح له المستقر في الأمر هاروح له فالأمر ده يخص إمام سيبك بقى إن فلاس يقولك إمام إحنا توصلنا معا ما حد يش يكلم إمام ولا يعرف يوصلنا يقول لازم فيه واحد بس أعرفه ووصل لإمام ومش أقول لك وقال له إيه ولا أقول لك أكد لكم إنه موقعش أه اتفق لكن موقعش اتفق لكن موقعش طب هو ممكن يحصل في الأمور أمور لو حصل في الأمور أمور مش من لاحية إمام من لاحية أهل ثاني لو حصل في الأمور أمور بخصوص إمام عشور فهو أمر هيخص الأهل يقف فيها يرفض الاتفاق المالي مع متلاند ما يقق ما يشتغلش يعني أنا كده التفاصيل طيب أدي جزء في جزء تاني فيه كلام قوي جدا إن الزمالك هيفتح باب الترشح للانتخابات على مقعد الرئيس والنائب في يوم واحد وثلاثين يفتح يفتح مش يعمل إيه الدعوة الانتخابات هيعلن إن فتح باب الترشح هيكون يوم مثلاً واحد نوفمبر اثنين نوفمبر سبعة نوفمبر تعالي نوفمبر تعالي نوفمبر تمام ييجي نوفمبر يقولك إنه من يوم اثنين نوفمبر لتسعة نوفمبر تقديم الأوراق ومن يوم عشرة نوفمبر الاعتراض على المرشحين ومن يوم 14 نوفمبر بداية الانتخابات شهر ونص تتكلم على نهاية شهر ديساندر هل هذا أمر مفيد للزمالك؟ أنا أكاد أقسم أن هذا أفيض الأمور للزمالك وأن لا يجب أن تتم الانتخابات في هذه اللحظة ليه؟ عشان أنت في لحظة بناء الإدارة دي في حضور مرضوها منصور وإدارة مرتضى منصور للإدارة وأنه حاكم نادي الزمالك وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة والتانية والتالتة والمليار هو مرتضى منصور ومن سم إذا كان مرتضى منصور موجود في الفترة دي فهيعمل حاجة تفرح جمهور الزمالك الصفقات الايه؟ الصفقات عشان كده إن كان هناك فائدة أو فوائد من انتخابات زيك تجرى في شهر واثناشر وفي شهر واحد إن الزمالك مرتضى منصورة هيب عاوز يعمل حاجة عشان جمهور الزمالك يرضى لأنه مش راضي على السنة دي لا على أمير ولا على مرتضى منصور ولا على إدارة كلها مش راضي في مؤيدين وما فيش مشاكل لكن في معارضين وكتير رفضين الطريقة والتعقدية اللي حصلت الموسم ده وكمان موضوع إمام لو راح النادي الأهلي هيبقى فيه مشكلة أكبر عند المشام مرتضى وترشحه في إنه لازم يعمل حاجة واو عاوش يجيب فلوس من إيه؟ واو عشان يحل يعمل ينسي جمهوري زيك موضوع إمام عشور ومن هنا نروح للخبر اللي أنا قلته لكم من إسبوع وأكتر يا جماعة أهم صفقة للزمانك إيه؟ ندفع فلوس لجبونة الزمانك موقوف قيده وبمناسبة بوكت تسمع عن موقوف قيده مرة لا أولا أنا أعرفه ثلاثة ثلاث فترات أيا كان خلاص وقلت إنه أهم حاجة ندفع فلوس شي كبال النهاردة بس النهاردة من ساعة أعلن إن الزمانك موقوف قيده بالسبب فلوس لجبونة وتحل مباشرة هذا اللي قد تحل من تدفع فلوس وزي ما قلتلكم بالضبط تبسل تفزيل وأقول لكم حاجة كمان الزمانك بيجمع الفلوس وقد يكون دفع الفلوس على نهاية الأسبوع الجاية أو بعد مبارات الأكتش دعم الزمانك بيجمع الفلوس كان فوق الخمسة والثلاثين مليون جمعهم بقى بالدولار وش عارف إيه أيا كانت الصياخ لكن الزمانك بياشي أنا بقول لكم زيادة قلتلكم قبل كده إنه الزمانك وقف القيد وابلغ الزمانك ومن شهر خمسة الزمانك عارف وبقول لكم تاني إن الزمانك بقاله عشر تيام أو ما بين عشر أسبوعين لعشر تيام بيجمع في الفلوس الخاصة بيه شي كبير الفلوس يدخل إيه اللي يتحط حط هنا بتاع الحاجات اللي زيدي ومن ثم خلاص موضوع الإقافة أعلن ونقص دولة دفع الفلوس الصفقات بقى اللي أنا بقول لكم إن فواية الانتخابات تتأخر عشانها إنه هيفتحوا كيس المصدرشون موضوع هيفتح كيس تعرفين يفتح الكيس ودي نبقى شيش الغاني بتاع الزمان دي نفتح الكيس ونبدأ نتعاقد أنا أحكي وأقول إن من أهم الصفقات التاريخية أقسم بالله هتكون صفقات تاريخية لو استطاع نادي الزمانك التعاقد مع هذا السلاسي محمود صبر لعب متخب الإلومش محمد شحات لعب متخب الإلومبي ونادي طلاق الجيش محمود صبر برامدز ومحمود محمد شحاته طلاق الجيش ومحمود جهاد لعب برضو المنتخب الإلومبي خط الوسط لفارقه التلت لعيبة دول لو الزمالك اتعاقد معاهم أنا بقول لكم فلتضمنوا تماما ولتستقروا تماما على مستقبل خط الوسط في ذلك خمس ست سنين قدام تضيف عليهم محمد حسان بيسو على مجد هاني ست لعيبة خمس لعيبة يعني فلوك الشمس بس هل الزمالك هيعمل ده؟ آه ممكن يعمل ده عشان الترضية بتاعته الجمهور طيب ده ياخدنا لإيه؟ ياخدنا لحاجة مهمة وهي إيه يا أخي شايد شوف يا أخي العزيز أوسيريو وافق على إيه؟ دخول يوسف إبراهيم أوباما إلى التدريبات عودته للتدريبات ليه؟ كنت باسأل ليه؟ ما دخلش لغاية دلوقتي أخونا يوسف أوباما إلى التدريب كان بيغضم وافقة أخونا أوسيريو ووافق أوسيريو وبعتقد أنه هو ومحمود علاء بعد آخر مباراة للتحاد يوم 15 يوليو هيدخلوا تدريبات نادي الزمالك يعني من بعد مباراة الأهل إن شاء الله ممكن نلاقي يوسف أوباما بيتضرب في نادي زيك اللي هيبدأ من وقتها من بعد مباراة الأهل مباشرة نسعد له بطولة العربية ومهم جدا البطولة العربية ومن ثم خلاص أوباما عاد وسيكون في التدريبات بعد إن شاء الله تعالى الماضش الأهلي بلسبة كبيرة وبعد مرة القمة هي تواجد في التدريبات الزمالك يلا يا أوباما جدعا عندك راجل ممكن يعني تستفيد منه زي أوسيريو اكتهد بيلعب ممكن تلعب في خطته وتأدي أداء جيد زي أخونا أحمد فتوح لإنك ممكن تعمل الرابط برضو اللي هو بيحبه وانت بتلعب بروحية بتلعب تحت راس حربة عشرة وبتلعب راس حربة وبتلعب جناح فبرضو الحاجات دي هو بيحبها ودي نصيحة يعني إن كنت حب تسمعها لكن هكذا عادت يوسف إبراهيم أبابا إلى نادي الزمالك النهاية بشكركم ودايما على خير ودايما مع بعض إن شاء الله تعالى السلام عليكم اشتركوا في القناة